بهذا الفيديو رح نتعرف مع بعض على وجه اسمه save area هلأ انا انشأت تطبيق جديد حدثت الكود يلي ما يلزمني وضفت ليستة عشوائية استعملت list view استعملناها بغير فيديوهات عن طريق هاي list view رح تعمل generate 100 عنصر باستعمال هذا الكود مشان ينشئ لي محتوى 100 عنصر من هاي العناصر ويسمي لي كل عنصر item وبعدين رقم الانديكس تبعه item 5 item 6 بهاي الطريقة يعني كود كتير بسيط بس مشان استعمله كمثال هلأ شو مشكلتنا بهذا التطبيق انه هاي اللي يستلمها نحنا بنعمل scroll فيها بنلاقي انه دول النصين عم يجوا فوق بعض وهذا الشي غلط لهيك نحنا بنستعمل ويدجت اسمه save area بيعمل لي مثل حدود من فوق وحدود من تحت مشان يطلع محتوى التطبيق بطريقة افضل هلأ بما انه احنا هون مستعمليني scaffold مثل ما تعلمنا في فيديوهات ماضي السكفولد بتاخد عنصرين اساسيات الbody والup bar هلأ اذا استعملنا الup bar بنحل مشكلتنا هلأ اذا بعطي save بنلاقي الup bar راح اضف لهذا القسم وبهاي الحالي انا انحلت مشكلتي بس في بعض الاحيان انا بدي استعمل الشاشة كاملة لهيك ما بدي استعمل الup bar وهون بلجأ للsave area بيجي الهون عند الليستة يلي عم تظهر هون وبيجي بيقبس على هذا الزر وبعمل rub with widget وبكتب save area بعطي save بلاقي هون ما عاد النص داخل معي مع الساعة وكمان من تحت كمان صار شكله افضل هلأ اذا بدي شوف المساحة يلي انقطعت من فوق فيني استعمل هذا الكود final badding طبعا هي مسافة badding بعطيه يساوي media query dot of context dot view badding بعمل برنت لهذا البادنج مشان نشوف قديش المسافة ملاقي ان المسافة اللي اطحها من فوق هي 47 والمسافة من تحت 34 وهي الحالي نحن بنين لوجه او بنين ووجه التطبيق ضمن وجه save area اشتركوا في القناة موسيقى 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 موسيقى